السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا بقى النهاردة اردار حلوة قوي تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراكوا للقناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله عايزة بجد اشكر كل حد كتب لي كومنت او بعاتلي على الواتساب او كلمني في التليفون بيسأل على ابني الف شكر ربنا جزيكم وكل خير تعالوا بقى ندخل على الوردر بتاعنا ونشوف اول حاجة هنبدأ بالحلوة كده ايه زيكم بسم الله كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملت ايه اول حاجة كده حطيت ربع كيلو من ديقل سبونش ديقل سبونش دوت بنجيبه منين من عند اي حد مستلزمات حلوين حطيت عليه تلت بيضات ومعلقة من الفانيليا وحطيت ربع كوباية من الميا ومعلقة من الخل معلقة صغيرة خالص وضربته كل الكلام ده في العجان لو ما عندكيش عجان ديقل سبونش دوت لازم يتضرب بمضرب كهربائي ويكون مضرب قوي كده فاهمني لو ما فيش عجان يستغني عنه واشتغلي بالمضرب الكهربائي بس مش هينفع بالمضرب اليدوي ومش هينفع بإيديكي لازم يتضرب كويس جدا شايفين انا اول لما حطيت الدقيق مع البيض حطيت كله على بعضه الدقيق ربع كيلو دقيق على التلت بيضات على ربع كوباية المية ومعلقة الفانيليا ومعلقة الخل دي بتخليه ايه هش وبيتساعد على اللي هو يرتفع معاك تمام ضربته كل الكلام ده مع بعضه وشايفين كان الاول لونه غامق وبعدين بصوا بقى القوام بتاعه ببقى عمل ازاي فعشان كده بقول لكم لازم يبقى عندك مضرب دهنت الصنية من تحت زبدة او سمنة وحطيت فيها ورقة زبدة وبعدين فرتها كده في الصنية صغيرة خالص دي مقاس عشرين وحدخلها الفرن على درجة حرار 180 طبعا انا قبل لما اشتغل في السبونش كنت مشغلة الفرن على درجة حرار 180 تمام تعالوا بقى ندخل على النوع التاني الحلو ونشوف عملت ايه انا معايا كبايتين من الدقيق الدقيق الدرة اللي هو الابيض حطيت عليهم كباية واحدة من الدقيق الابيض العادي وحطيت كيس بيكينج بودر ومعايا اربع بضات حطيت عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا ومعايا نصف كباية من السمنة ومعايا مفروض كباية وربع من السكر تمام اول حاجة حطيت الابيض مع السكر مع علاقة الفانيليا وضربتهم مع بعض بس انا هنا مقللة السكر ومقللة السمنة ده بناء على طلب العميلة عايز اقول لكم والله لو انتوا حد بيعمل دايت او اي حاجة وعايز اكل زيء الدرة وفي نفس الوقت خايف يقلل الحاجات دي تطلع مش مظبوطة ده الدليل قدامكم انا حطى ربع كباية من السمنة بما يعيد المعلقتين وحتى كباية اللي ربع من السكر لكن المقادير المظبوطة اللي احنا بنعملها للكيكة العادية تحطي كباية وربع من السكر على كباية اللي ربع من السمنة تمام طبعا انا حكتب لكم المقادير عشان ما تتلغبطوش في المقادير المظبوطة لكن ما انا عاملة مقدار تاني اقل في السكر واقل في السمنة يا رب تكونوا فاهميني المهم بعد اما ضربت الاربع بدوات مع الفانيليا وبعدين ضربت مع السكر نزلت عليهم بالبيض بالسمنة وبعدين علبة زبادة كبيرة وبعدين قمت نازلة بالمواد الجفة ديت مش لازم عجان ممكن تضربها كلها على بعضها في بولة او بالمضرب اليدة والعيدي طبعا كنت دهنة صنية سمنة وحطة فيها دقيقة علشان تتقلب معي بسهولة تمام تعالوا هنا بقى بعد لما اللي زبونش طلع تعالوا نشوف عن يعمل ايه وتعالوا نشوف بقى ارتفاعه وعمل ازاي شايفين طلع فضية هسيبها بقى تبرد انا عايز اقول لكم في مقاطع انا نعملها قبل مقاطع بس ايه انا حبيت اجيب لكم الوصفات كلها جنب بعض يعني الوصفة جنب بعض المهم اللي زبونش في الوقت دوت كان برد كان طلع من الفرن حوالي بتاع ساعة جدا المهم اللي هو يبقى برد معيك عشان ما يتفتفتش اهم حاجة بقى نشيل الطبقة اللي فوق الوش ديت علشان بتبقى كلها زفارة وفي نفس الوقت بتبقى الطبقة دي ايه ملزقة لازم تتخلصي منها وجبت بقى الكابة بتاعتي كده وحطتها زي ما انتو شايفين قطعت الكيكة كده على ربعة وبعدين امتحطت عليها معلقة من القرف عايز اقول لكم الكيكة دي رهيبة وهدربتها كده في الكابة انا عايزها تبقى نعمة طب لو انت مش عايزة تعملي دي اسبونش وعايزة تعملي دي كيكة عادية بالشوكولاتة ممكن تعملي كيكة عادية صوصات او لبن او اي حاجة مش بيعجن فاهميني غير الكيكة العادية في الوقت بقى اللي الكيكة بتتضرب مع القرفة انا هنا كنت مساياحة شوكولاتة اللي هي بالحليب شوكولاتة نص طبيعي بالحليب على حمام بخار عايزي او ميكرويف وحطيت عليها معلقتين كبيرة من الزيت تمام؟ هنستخدمها بعد شوي دوت بقى ده صوص شوكولاتة كان عندي ده صوص شوكولاتة طعمه فضيع ده بقى هو دوت اللي انا حاجم به اللي سبونش عشان نعمل الكيك بوبس تمام؟ حطيت حوالي مثلا نقول ايه نص كباية منه او ربع كباية على حسب الكمية اللي عندك لغاية لما تبقى بالقوام ده طيب ما عندي كيس صوص الشوكولاتة ده هتحطي كريمة هتحطي نص كباية لبن هتحطي مربة حليب اي حاجة تحطي علبة قشطة اي حاجة ممكن لو عندك حتى قسطر انتي عاملية ممكن تحطي معلقتين ما عندي كيش كل الدوت ممكن تجيبي علبتين دانيت اللي هي بالشوكولاتة وتعجنيهم بيها كل دي بداية لتنفع بعد لما عجنتها بقى بالصوص الشوكولاتة اللي قلتلكم عليه كورتها كده طبعا الاشكال اللي انتي عايزيها ممكن تعمليها للاطفال اللي تحطي فيها اللي هي ايه الشانيمو بتاعتهم بتاعت الاطفال زي بتبقى حلوة قوي وبعد كده بقى حغطصها في الشوكولاتة زي ما انتم شايفين وايه وحاسبها بقى الغاية لما يعني الشوكولاتة تمسك عليها طبعا انا كان المفروض احطها على ورقة زبدة بس طبعا انا استسهلت وقلت احطها في الحاجات بتاعت الورقة بتاعة الكابكيك ده بس بعد كده لما نشافت قمت شايله وحطه فرقتين تعالوا بقى وريكوا الجمال وكيكة الدورة لما طلعت او هارست الدورة طلعة رهيبة تعالوا بقى هنا ندخل بقى على الغدا الوردر بقى بقى ايه الاكل ما هو الوردر زي ما قلت لكم حلو وحادق خلصنا من الحلو تعالوا بقى ندخل على الحادق معايا كده كمية ما شاء الله من السمك البلطي طبعا غسلتها كويس وبعدين حطيت عليها ملح ولمون وتعالوا بقى نعمل التدبيلة ومعايا سبيت غسلية ومقطعها ومعايا ايه جنباي وحطيت فلفل رومي وفلفل سبيسي اللي هو الاحمر وحضر بقى الكلام ده كله مع بعض وبس لما حط ايه بقى هعصر عليه شوية يعني لمونتين حلوين كده ومعلقتين كوبار من الخل بس كده واحط بقى شوية التوابل هحط التوابل عبارة عن ايه هحط ملح وفلفل وكمون وكوزبرة وبابريكا هي دي التوابل بتاعت السمك يبقى التوابل ملح وفلفل وبابريكا وكمون وكوزبرة دي توابل السمك مفيهاش ايه اختراعة ولا ايه افتكاسات واللي يقولك بقى حطي توابل مش انواع تانية كده لا دي التوابل اللي احنا متعودين عليها في السمك وهذه بتودي السمك في حتة تانية خالص ايه احلى انواع يعني احلى حاجة تحطيها في السمك طبعا التوم مع الجزيريا مع شوية الفلفل دول الدوني كمية حلوة من ايه؟ من التدبيلة انا عملت كمية حلوة من التدبيل عشان انا عاستخدمها في كل التدبيلات دلوقتي اخدت معلقة كده كبيرة قمتم تدبيلة بيها الجنباري ومعلقة برضو قمتم تدبيلة بيها ايه؟ السبين وبقيت التدبيلة بقى حبدأ بقى اتبل السمك البولتي كده زي ما انتوا شايفين وانا عملاله فتحات من الجنب كده هم حاجة تتبليه كويس خلاص بقمورات لما خلصت التدبيلة دي هنشوف بقى حنعمل ايه تاني عايز اقول لكم بس على حاجة المقادير بتاعت دي الدورة حكتبها لكم في صندوق الوصف وحكتب لكم اللي انتوا لو عايزين تقللوا مقدار السمنة والسكر تعالوا بقى هنا نعمل التدبيلة التانية او هي هي التدبيلة الاولانية بس هنبدأ نعمل ايه؟ هنعمل السمك البولتي ده بطريقة حلوة قوي وفي نفس الوقت خفيف قطعت هنا الجزر وفلفل وبصل وتماطم بصوا الخضايا اللي عندك الخضايا اللي عندك قطعي انا حطيت بصل شريح وتماطم وفلفل وحطيت ايه جزر وخدت معلقة من التدبيلة اللي هي فيها الطوم بالتوابل اللي انا عملتها حطتها عليها وبعدين نزلت معلقتين كبار من الخل ومعلقتين من الزيت وحبدا انزل عليهم بايه؟ بشوية من هي هي التوابل علشان بس ايه اضبط ايه الحضء بتاعها او اضبط التوابل بتاعات الخضايا ده ملح وفلفل وكمون وحطيت ايه بابريكا وحطيت نص معلقة من الكوزبايا والكمون تمام؟ وقطعت حزمة من البقدونس كده زي ما انتم شايفين وقلبت الكلام ده كله مع بعض دي بقى الخلطة حقسمها علي طبقين فويل عشان انا زي ما قلت لكم عندي كمية كبيرة من السمك البولتي بعد لما اسمتها كده قمت جايب اربح حبات بطاطس حبدأ بقى قطع في كل صنية او كل طبق فويل حبتين كده من البطاطس بس اهم حاجة ما تخليش البطاطس طخينة لان انت زي ما انتم عارفين السمك مش بياخد يعني مش بيغف النور يعني بيستوي بسرعة فعشان كده خليها شريح وفيع علشان تستوي معاك بسرعة وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نطول السمك يعني نخليه يقعد وقت طويل في الفرن علشان ما ينشفش وكمان لازم يدخل على ناية عالية عشان ما ينزلش الايه المية بتاعته بعد بقى لما قطعت البطاطس قمت محط عليها شوية ملح وشوية فلفل كده وايه ودعكتها بالخضر ده قمت جايبها بقى السمك واخده بقى نص الخلطة حشيها بقى جوه السمك طبعا من غير البطاطس اللي هي الخلطة الاولانية كنت اسمل ايه الخلطة بنصي زي ما انتم شايفين اللي هي الجزر بالبصل بالفلفل حشيها برضو ايه جوه السمك فوق التدبيلة يعني فوق التدبيلة لانا كنت عاملها الاولانية خالص ورصيت بقى زبطت الصينية بتاعتي ورصيت من تحت البطاطس بالخضار وبعدين السمك ورشيت عليها معلقتين من الزين تعالوا هنا بقى زي ما انتم شايفين هنبدأ نقطع خضار تاني عايز اقول لكم السمك هتطول اليوم او طول ما انت بتعملي سمك هتقطعي بقى خضار لانه ايه يعني عميله سهلة بس هو اهم حاجة اللي انت تزبطيه بقى خضار وبصل وحاجات من ذي تمام جبت بقى حوالي تلق بصلتين حلوين كده امتم قطعهم جوانح او شريح زي ما انتم شايفين وحاجب جزر برضو زي ما انتم شايفين هقطعه برضو ايه شريح وفيع وفلفل بقى سبارسي فلفل رومي ده فلفل رومي وايه وفلفل الوين يعني الحاجات الخضار اللي موجود عندك في التلاجة بس كل ما كانت الوان الخضار احسن يعني كتير كده كل ما كان ايه بيديك طعم حلو في نفس الوقت ايه وكيمة غزائية برضو قطعت بقى كل الكلام ده وحطيته بقى افصانية عشوف هعمل فيه ايه دلوقتي احنا كده خلصنا اول وصفة في الغدل هي صانيتين السمك البولزي دي بقى الوصفة التانية بعد ما خلص فقطيع الخضار هنعمل بقى ايه هنروح نجيب السبيت اللي احنا كنا غسلينه ومتبلينه ايه بالتوم بالفلفل بشوية التوابل اللي احنا حطانهم في التدبيلة الاولانية وهقطع هنا برضو ايه تموتم يبقى انا قطعت بصل وجزر وفلفل الوان وتموتم من كل حاجة كده ايه حبيتين كده متوسطين او حبيتين كبارة على حسب برضو الكمية اللي انتي عامله انا عامله نصف كيلو من السبيت وحط عليه حاجة تانية في الوقت دوت بقى انا كنت بقسل خضرة المحشي اللي ايه بقى نعمل ايه بخضرة المحشي زي ما انتو شايفين انا معي بقدونس وكسبارة وشبت وكمان فيها عود كرافسة او عدين كرافس قطعت كل الكلام ده كله زي ما انتو شايفين انا عملت الخلطة النهاردة نيف نيف وحطت بقى عليها شوية ملح وفلفل اسود وكمون وكسبارة وببريكا هي هي ايه التوابل اللي انا بستخدمها طول الواصفات بتاعت السمس وبعد كده معلقة من الخل وخدت معلقة من التدبيلة اللي هي بالتوم حطتها عليها وحب دقى بقى افرق الكلام ده كله مع بعض وادعاكه كويس اوي مع بعض تمام وحزبت بقى الملح وهي دي بقى حنعمل طاجن سبيت رهيب نيف نيف ولا بقى مسبك ولا اي حاجة علشان الحرب حطيت بقى السبيت على الخلطة اللي انا عملتها دي وحب دقى اقلب كده زي ما انتو ايه شايفين كله مع بعضه لغاية لما كله يتقلب بالخلطة دي جبت بقى الجنبية اللي انا كنت متبلها برضو حاخد نصه في وصفة والنص التاني ححطه برضو مع السبيت عايز اقول لكم حتاكله طاجن سبيت بالجنبية رهيب يعني بجد تحفة انا خدت بقى الجنبية الكبير كده حسيبه على الجنب والجنبية بقى اللواء ايه اه مثلا مقسوم نصتين او كده ححطه كله في طاجن السبيت دوت بالجنبية وبعدين قلبت كله مع بعضه كده وبعدين هروح اجيب بقى الطاجن بتاعي ونزل كل الكلام ده في الطاجن عايز اقول لكم ريحته كتقلب البيت يعني بجد والله يجربوه حتى كمان خفيف ولا مسبك ولا اي حاجة وطعمه طحفة نزلت بقى كله في الطاجن كده وما تقلقوش الطاجن كل الدوت حيهبط بقى اول لما يغلي في الفرن كل الخضار ده ايه حيهبط بس اهم حاجة لازم تغطيه كويس لو عندك ورق فوريل في ليه كويس بورق فوريل او تغطيه بالغطى الفخار بتاعي البرام لو عندي دخلتوا بقى الفرن مع السمك وتعالوا بقى نعمل التدبيلة التالتة وانا عملتها معكم قبل كده جبت نصف كوبية من الدقيق وبعدين حطيت عليها معلقة من التوم بالفلفل اللي انا كنت اللي هي التدبيلة الاولانية خالص زي ما قلتلكم انا كنت عاملت تدبيلة دي بكمية كتير علشان هستخدمها في كل الوصفات وبعد كده هحط شوية توابل ملح وفلفل وكمون وكصبية بس الاضافة الزيادة هنا اللي انا هحط ايه نصف معلقة من الكوركم عشان يديني اللون ده وبعد كده هنزل بالايه بالمية بالتدريجة لغاية لما يديني كوام ايه عجينة بس عجينة تقيلة كده وحزبت بقى الملح وحط كمان معلقتين خل يعني في المرحلة دي لازم تدوق التدبيلة دي كده وتشوفيها مظبوطة محتاجة خل محتاجة لمون محتاجة ملح فهميني بعد بقى لما خلصنا التدبيلات كلها والطاجن الصبيت بالجنبري ودخلتوا الفرن وعملت تدبيلت الجنبري وعملت سواني السمك البولت بالبطاطس كل ده بقى خلاص دخل الفرن والجنبري حطا في التلجة تعالوا بقى هنا نروح على البطاجاز وانا معايا 2 كيلو من البتنجين طبعا انا خلاص بقيت مشهورة بالمسقعة كلما حد يطلب مني ثمك او اكلت جنبري لازم يبقى طبق المسقعة ده معينا والطاصة البتنجين دي تبقى معايا من اول الفيديو المهم معايا 2 كيلو زي ما قلتلكم حطيت 2 كيلو عشان اشويه من البتنجين والكيلو التاني حقليه تعالوا بقى قبل ما نكمل كلامنا على البتنجين تعالوا نشوف بقى انا عملت ايه طبعا انا كنت مقشرة الكمية حلوة من الجنبري القشر بقى بتاعه ده حرميه؟ لا طبعا مش هنرميه تعالوا اقولكم حنعمل بي ايه؟ انا حطيت معلقة او مكعب من الزبدة او معلقة من السمنة البلدي بس الافضل تبقى زبدة عشان هتبقى خفيفة وعتدي طعم حلو بعد لما فكت كده قمت حط عليها ويقلوي وحبهان و لو عندك مستيكة يا سلام بعد تسخن بقى كويس قوي وقمت نزلة بقشر الجنبري طبعا بعد اما غسلته صفيته كويس قوي ونزلت عليه بقى بشوية من ايه؟ من البابريكا والفلفل الاسود والكمون حاجة بسيطة وشوية من الملحن حبدأ بقى شوح كل الكلام ده القشر بتاع الجنبري مع الحبهان والورق اللوي والفلفل الاسود اكاني بعمل شوربة عادية اول لما اللون الجنبري القشر اللي هو بتاع الجنبري دوت الراس بتاعته والقشر يلون كده حبدأ انسل عليه بقى بالخضار بتاعي حطيت بقى جزر وتماطم وبصل وفلفل وحبدأ بقى شوح الكلام ده كله زي ما انتو شايفين مع بعض كده لغاية لما يتشوح تشويحة حلوة تمام؟ وبعد كده بقى حنزل بقى عليه بقى مية من الكاتل مية سخنة جدا عايز اقول لكم بقى دوت عد سبيه بقى على النار حوالي ساعة ساعة ونص يعني طول ما انت بتشتغلي في المطبخ سبيه كلما تسبيه على النار كلما يخرط اكتر ويخل الشوربة تقيل وفي نفس الوقت ايه هتخذي طبق شوربة جنبري طحفة ومن ايه من ايه شرق جنبري تمام؟ تعالوا هنا بقى بعد لما خلصت قلية البتنجان عايز اقول لكم القلية البتنجان عشان مرشربش زيت انا بقسله الاول وبعدين اقطعه ورش عليه ملح وحطه في مصفة وبعدين قبل القلية على طول او مرش عليه ايه دقيق كده كده كني ببضره بس دقيق خفيف وقالت فلفل رومي كده زي ما انتو شايفين تعالوا بقى نعمل الصلصة بتاعت المثقة حطيت فصين توم على معلقتين زيت ورغاية لما اخدوا اللون نزل عليهم بشوية من الخل بس شوية خل ايه حلوين تلات معلق كوبورة مثلا وبعدين نزلت عليهم بالطماطم وبعدين اتبلهم بملح وفلفل وخلاص على كده واسبهم يتسبقوا هنا بقى تعالوا ناجع لايه للجنبري بعد لما سبته بقى يتبل في الخليط اللي انا عملته ده هاخده بقى من الخليط احطه في الدقيق بشوية توابل التوابل هي هي اللي انا حطاها في التدبيلة بتاعته ملح وفلفل وكمون وببريكة وشوية من الكركم احطه بقى في الدقيق وبنضيق الازت على طول زي ما انتو شايفين شايفين بقى لونه فظيع عايز اقول لكم تعموا تحفة بالمناسبة كمان يعني دوت كان اردر وانا زودت جنبري وعملت غدا للبيت بس انا عملته بقى في سندوشات عايز اقول لكم كان تحفة وعليت حينة كده وايه وايه خضار بقى خاص يعني اكد نبتكلي سندوشات اللاوة ايه الزنجر ده كان تعموا تحفة بجد جربوا ان شاء الله يعجبكم بعد بقى خلص الكمية دي كلها وبعد كده بقى ايه حنشوف بقى الحاجة لما تطلع بقى من الفرن وبجد جربوا اي وصفة شوفوا اي وصفة عجبتكم وجربوها ان شاء الله تعجبكم عايز اقول لكم بجد صاحبة الوردر مدام حنين بجد والله على الكلام اللي قالته لي الحاجة عجبتها قد ايه الف هنوشفة ليها رب ربنا يبرك لها الحمد والله والله انا بفرح بالكلام اكتر من اي حاجة تانية تعالوا بقى نشوف الكيكة بقى لما خلاص طلعت دي كيكة الدورة ودي اللي البوبس كيك فضيع طعمه تحفة تحس اللي انت بتاكلي شوكولوطة في شوكولوطة عايز اقول لكم البتنجان بابا غنوك دوت ده من غير تحينة ده بناء انا على طلبها برضو عايزايا خفيف دوت يدوبك حطى البتنجان قشرته وحطيت علي فلفل وتوم وشوية ملح وشوية خل وضربتهم في الكابة ضرب ايه متقطع كده عشان مش عايزايا بقى نعم قوي بس ومعلاقة واحدة من الزيت اعيز اقول لكم كان طعمه حلو جدا رغم اللي هو ما فيهوش تحينة ولا سود ولا اي حاجة لان يحط له فلفل احمر كمان مخلي لونه حلو وده بقى صنية السمك طلعة رهيبة في نفسه